اللقاء اللي صار ويصدام حسين عام 1998 قلت تم اختيار 14 شخصية لأني غلطان هو اللي فهمناه أنه تقدم لحوالي قسم قاله وستين اسم وقسم قاله وثمانين اسم بس أنا ما أعتقد ولكن هو بنفسه اختار 14 شخص 14 أو 16 يعني حتى أكون عدد محدود عدد محدود وأني من جو يبلغوني بالليل مو قالوني راح تشوف صدام أنا وتجي الرئيسة الجمهورية وأني كنت في ذلك الوقت ما لي علاقة بالدولة خارج الدولة يعني طالع تقاعد ورحت وكانت مظاهرة أن ألتقي بشخصيات جماعة تقاعد شنو كانت مناسبة الاجتماع أو اللقاء ما بي مناسبة يعني ما يعني مو فت قضية فنية أو سياسية لا بس هو أعتقد كان العراق دي مر بمرحلة كله الصعبة 98 من أقصى المراحل اللي مر بها أقصى المراحل فأعتقد كان من هو أنت اجتمعنا وياه أول مقاعد منه أنتو كنتو جنابك عيادة للزيد ودوديوس في الجدور هاي جماعة القاهرة جماعة القاهرة نهل فرحان هو أعتقد أمير النور الدين وبعض شخصيات شام سامرا يعني بعض شخصيات نعم نعم وشخصية أخرى اللي هو مو بعثي الله يرحمها هو ميض عمر نظمي خلينا نقول لقاء مع أصدقاء ها فكان هو عبر عن هذا من قاعد طلب من الحماية أن يطلعهم قلوا ما أنا اليوم لقائي ويا أصدقاء فطلعهم بقى بس زوج بنته اللي هو زوج حلاء واقف وما تش تعرف من هذا زوج حلاء يعني زوج بنته وبدأت الحوار يعني كان أول يعني هو من النقاط الرئيسية خلينا نقول تحرش في وميض عمر نظمي الله يرحم الله يرحم فقال لدكتور شون شايف الأوضاء فعرفنا أنه هو أمام مأزق وطني كبير فدكتور وميض كان قل قال سيادة الرئيس الأوضاع صعبة جدا والعراق تمر بمرحلة استثنائية لم تسبق لم يشدها من قبل أي يعني الحرب العراقية الإيرانية وما الحصار والكوين فالآن يحتاج إلى يعني حلول استثنائية وهذه لا يملكها أحد غيرك فهذا هو كان جوابا على هاية قال صحيح في كل تاريخ العراق هذا هو قوله قال في كل تاريخ العراق لم يمر العراق في تاريخ بمثل ما إحنا به ولكن سدوا علينا كل الأبواب وحاولنا يقصد الأمريكان يقصد الأمريكان حاولنا ولكن هم سدوا الأبواب كلها ولم يتركوا حتى نافذة هذا كلام مهم طبعا وبعدين بالنقطة الرئيسية أنا خلاها أعطي لك نقاط رئيسية يعني حد شيء يستمر أربع ساعات ثلاث ساعات ما أذكر ثلاث ساعات قال له وهذا البلد يعني أسقط في في فخ أفخاخ فلما تلميح واضح إلى أن الحرب العراقية الإيرانية كانت فخ و الكويت فخ أفهمتني طبعا واضح يعني من أقول لمح بشكل واضح يعني مو بطريقة مذلة أو بطريقة تملص أو طريقة أفهمتني وإنما أدرك بطريقة واقعية لا وسير الأحداث وارتباطها وترابطها أثبت أنه هذه هي يعني كانت الدوائر الأمريكية والأوروبية والإنجليزية كانت تشتغل على هذا الإيقاع بهذه الدوائر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر